موسيقى اخوة الايمان في هذا اللقاء المتجدد والذي نسعى من خلاله لفهم رسالة السماء لفهم اعظم كتاب في تاريخ بني الانسان اهم كتاب كتاب سعادتهم الدنيوية والاخروية كتاب جنة الدنيا وجنة الاخرة وبدونه سنحصل حتما مو تسعى وتسعين مية بالمية بدون هذا الكتاب سنحصل جهنم الدنيا وجهنم الاخرة ولمن خاف مقام ربه جنتان وهذا الكتاب هو سبيلنا لفهم مقام الله عز وجل هذا الكتاب هو سبيلنا بمعرفة الله عز وجل وهذا الكتاب هو خير كتاب لنا للتواصل والاتصال والخضوع والمحبة مع الله عز وجل لانه ببساطة هو كلمة الله هو رسالة الله اليكم فأكثر من أربعين مليون كتاب كل يوم عبدالطبيع الآلاف بكفي وهذا الكتاب بكفي الله عز وجل لن يسألنا على أربعين مليون كتاب ولكن سيسألنا عن هذا الكتاب النبي عليه الصلاة والسلام مشتكى على أمته صلى الله عليه وسلم كان دائما يدعو لها كان دائما يصلي عليها كان دائما يحاول أن يجنبها إلى الخيرات طلبوا منه يدعي عليهم قال لا لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله كفار قتلوا ابنته عزبوك كافة العذاب حاولوا اغتياله بمختلف الوسائل حاولوا اغتياله بمختلف الوسائل شو كانت النتيجة؟ شو كانت النتيجة؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام ما دعا ولا اشتكى على أمته ولكنه اشتكى بقضية واحدة شو هي؟ يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورة وهذا الهجر يا أحبابنا على مستويات هناك هجر كامل قطيعة كاملة وهناك كفر وهناك رفض وهناك إلحاد وهناك من يغطنع أن القرآن تأليف فلان وفلان 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 مرة أحدهم قال لي قال لي النبي التقى بالراهب بحيرة قال له ايه كان عمره 12 سنة قال اعطاه القرآن قال له إذا الراهب بحيرة بنص ساعة التقفية مع النبي عمره 12 سنة طالع خير نبي في الزمان معناتا مفروض البابا كل يوم يطالع له 20 نبي على هالشاكل يعني زراهب بحيرة بنص ساعة عطى النبي كل هالهال معناتا فلذلك يا أحبابنا النبي باشتكى فهجروا أولا قراءته والذي لم يهجر القراءة هجر فهم المعاني والذي لم يهجر فهم المعاني هجر تطبيق المعاني وهنا مربط الفرس ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين طيب إذا متقين ليش الكتاب ألف لام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه ما في الشك هدى للمتقين طيب إذا الجماعة إذا الجماعة ناس ملاح وعين الله عليهم وأخلاء رفيعة ليش ندخلهم بالمدرسة الأخلاق إذا واحد بي أجديب رياضيات ليش ندخلهم مدرشة رياضيات أو يدرس كتاب رياضيات على المعناته نحنا ما فهمنا كلمة المتقين شو معناتا كلمة المتقين بأبسط معنى بأبسط معنى بكلمتين قال يفعلون الأوامر يجتنبون النواه أيوة طيب خلينا نرفع المصطلح الأكس ونحط القيمة ذلك الكتاب لا ريب فيه لمين قال للذين يلتزمون بأوامره ويجتنبون بنواهي فاعتا ما في الشك بأن أما بديك تاخده رايب بديك تاخده زينة بديك تاخده صوت حلو بديك تاخده إدغام بغنة بغنة ظريف كله ظريف هذا بس المحور الأمر وين سنام الأمر وين أن تفهم هذا الكتاب فتطبق هذا الكتاب فتعلم هذا الكتاب قال طيب إذا أنت فهمت وطبقت وعلمت شو معناته قال صرت من المتقين صرت من المتقين قال إذا صرت من المتقين صرت أنت مؤهل بقى لدرجة عالية أن ترتقي بفهم هذا الكتاب وهذا من أبدع ما يكون حينما تسير بمسيرة الرقي مع كتاب الله عز وجل وتشعر بقى تشعر بنسمات هذا الكتاب وأنوار هذا الكتاب اللحظية يا جماعة صح في تفاسير بتاخد العقل بتاخد العقل من ألف سنة بس في شي بدك يا إيش بدك يا تفهم القرآن اليوم تفهم القرآن بما يدور من حولك هو هدى للعالمين إمتى يعني هدى للعالمين قبل ألف سنة هدى للعالمين بالكوفة وبغداد وبجبعدين وبعين عراب لا هدى للعالمين بكل مكان هدى للعالمين بكل هداية وشفاء ودواء وصلنا إلى قوله تعالى في سورة النحل وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين القرآن أحبابنا بناء بمنتهى الدقة ترابط بالمعاني بمنتهى الدقة حتى أن بعض المفسرين قال إن القرآن هو قضية واحدة قصة واحدة تبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وتنتهي من الجنة والناس بس الناس اللي عم تقرأ ما لا شايفي هالشي هذا نكون صادقين معها ما لنملاقين كنا عم نحكي بقصة كانت القضية وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون هاي أربعة وستين انت أنى دغري والله أنزل من السماء ماء وإن لكم في الأنعام لعبرة ومن ثمرات النخيل يا أخي يعني معلشي بنكون بقصة ونصير بقصة بس نحن يعني كتاب الله ما فينا نحكي بس بقلبنا عم نحكي وإذا بغط علينا شوي نحكي يعني أنا ما جيب واحد بضغط علينا يقول لي يا شيخ في شغلات ما عم في شغلات ما عم مو مطرق ليش ما عم تسأل عليها ليش ما عم ترو إذا سمعت صوت بسيارتك شو بتساوي برقود على الوكالة فورا طول بالك ما بده ما شو طول بالك ما بده وقفي أما قد ما سمعت هون أصوار أخي المهم إلك بالواو عشر حسنات وبالدال عشر حسنات فنام بالطول وبالعرض صلي الفرد ونام ونام بالعرض ليش يا العذاب هيك محسبين هيك فهمانين ومو بس هيك وفايتين على الجنة ويا جنة افتحي أبوابك فريق الأرجنتي من أحبابك أو فريق سعودية من أحبابك لأننا لا صارك هاي أهم شيء لا يا أحباب لا يا أحبابنا ليس ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب يا الله على الأيب ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب لأن الأهل الكتاب شو عم بيقولوا نحنا ولاد العام بيقول لك نحنا نحنا بس فايتين أنتوا كلكم برا وهدول بيقول لك نحنا التانيات بيقولوا نحنا والفرق والمذاهب كل فرقة ومذاهب بيقول لك نحنا ورب العالمين شو جواب ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب طيب خلينا نعمل مثل ما بيقولوا دراسة حالي كيس استضل حالي محددة هنسلط عليها الضوء ونشوف هالترابط نشوف هالحكي اللي نحكيه نعكسه على الآيات رب العالمين ذكر وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه أكبر خلاف اليوم شو هو على مستوى العالم بين الإلحاب والإيمان في ناس أسألك عمي أكبر تخان علماء تلسكوبات جيمس ويب وهبل وجامعات بتصد عين الشمس أخي يعني هاي موضة ديني هاي يعني إله ما إله كذا حاجة يعني استطم حاجة يعني كبروا عقلكم تقيت مرة مع واحد إنه كبروا عقلكم يعني لسا عد كنت أوكي ناي متل ما بدك وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه فأول خلاف هو بين الكفر والإيمان هو بين الإلحادي و إثبات وجود الله هو بين إنكار الخالق وإثبات الخالق فرب العالمي بيّن طبعا هاي خلاف في خلاف تاني مع أهل الرسالات والكتب السماوية السابقة في خلاف تالت بين المسلمين أنفسهم جماعة هيك وجماعة هيك ما بده يرجع الله إنه لقولون فصل شوفوا عبارات يا عبابنا فصل ما في مجال يعني إنك والله قول واضح قول أبداً ما في اتنين بيجي واحد ديك بيقول لك القرآن بتفلسى فيك بيقول لك القرآن أخي الله يرضى عليك شغلة ما تفهم فيها لا تحكي لا تحكي فيها يعني بديجي للدكتور محمد أخي يعني الكانسر الواحد نعطيه كيماوي بعدين مناخد خزة على مضبوط فيه كيماوي وخيخة بيقول لي بس حاجة تخبص بفصة حبيبي هدول إلهم ترتيب إلهم تسلسل إلهم ما هيك القصة مثل لك فهمان فبيجع بيقول القرآن إنه لقولون فصل وما هو بالهزل منه آياتون محكمات اليوم يا أحبابنا لو ترجع الأمة إلى الآيات المحكمات في القرآن الكريم ما في خلافات بالمذاهب السياسية لا أقول المذاهب الفقهية والفكرية المذاهب هذا طبيعي وليس بينها خلاف وإنما فيها آراء وفهم للنصوص أما اللي عم تحرف الأمة وبتقسم الأمة وبتساوي العرب خمسمائة عرب والمسلمين خمسمائة إسلام وكله لأسباب سياسية فهؤلاء الآيات التي هن هي أم الكتاب المحكمات تكفي للأمة لتصل بها إلى إيش؟ إلى برّ السلام بس هذا بيقلك ابن فلان وهذا بيقلك أبو فلان وهذا بيقلك الفرق الفلان خليها نرجع إلى أنزلنا عليك الكتاب لتبين لهم الذي اختلفوا فيه فإذا رجعنا لأول خلاف اللي هو بين الكفر والإيمان بين الإلحاد وإثبات وجود الله بدأ الله عز وجل يعطينا الأمثلة لإثبات الإيمان أول شغلة والله أنزل من السماء ماء واضحة الله أنزل طيب إذا إذا أن بدينا نعدي الكلمة تانية سألنا ما عني شيء نالوا للملحد من أنزل من السماء ماء بيقلك الغيوم طيب مين أوجد الغيوم بيقلك الشمس ضربت على البحر طيب مين أوجد البحر إذا كنت كمرة كنت بمدحة في شيكاغو تبع العلوم والتكنول فواحد يكبين من جماعة الصينتست وجماعة تيك لفت الشعر بدانا بلعظ حركشنا فيه فتنا بالجو حكينا تللو أخي كان كنتو هون عم تعطونا مسيج يعني إنه هذا لحاله قال لي أنت شايف خلية جاهل كذا صارت هيك كذا بعدين تقوص هيك الزلبة بعدين بيحطولك هدول السلسلة كذا طيب قلت له أنت عدك خيار من خيارين إما أن تقول أن خلف هذا الأمر هناك مبدع وخالق وقادر ومتحكم ومسيطر وأما تقل لي لأ والله أخي هيا الشغلة صارت فلت لحاله فإذا بدك تقل لي لحاله معناته على كل خطوة من هالخطوات بدك تجاوبني على خمسمائة سؤال الخلية مين أوجدها هاي كيف وصلت شلو وصلت لهون إجا ضغط وإجا حرارة مين ولد الضغط مين ولد الحرارة مين عطى أسئلة لا تنتهي يا أحبابنا أسئلة لا تنتهي اليوم لو بدي أقنع أهل الكرة الأرضية كل لياتها كل لياتهم أنه هذا التليفون يلي فيه مليونز أوف سيلز وترانزيستور ومقاومة ملايين قديش بيطلع بكل بكل آي سي في ملايين قطع هلا كومبونت صار فيها قديش مليونز بليونز ملايين إذا كله أخي هدولي جبنا السيليكون فرشناه بالأرض هيكم فرش مع الوقت هيك هجمة سيليكوني على سيليكوني واتفقوا مع بعضهم يعملوا ترانزيستور بعد ألفين سنة تانيات عملوا ريزيستنس وحدة سالبة وحدة موجبة وهي القطبة طيب بعد ما أعرف ألفين سنة شبوا على بعضهم عملوا هذا وهدول عملوا وحدة تغزية وهدول عملوا لاختشارة وهدول عملوا كذا وهدول عملوا سماعة وهدول عملوا كبير بيقول لك حاج جنان حاج جنان بكفي لهون بس ايه وتريليونات ومجرات ومية وأربعين مليار خلية بجسم الإنسان شي ساوى عقل وشي ساوى سمع وشي ساوى بصر وشي ساوى كدني وشي ساوى كبد وشي ساوى وإلى هذه اللحظة ما عم نفهم شو الطبخة يعني شو بيقول لك شو معه دكتور يعني الحقيقة مرض مجهول المنشأ نحن شو بنحسي بيعني انه هو فعلا اكس لا هو ما بيقول لك نحن لا نعرف سببه هو إله سبب المرض اللي صار شو إله سبب ما قلنا ماله سبب بس نحن بشي ان نغطي السماوات بالأبوات شو ما نقول له من قل له أخي مجهول المنشأ مهم شو يعني مولانا مجهول يعني هيك الحالو يعني اللهو الخفي هنا هنة اللي طبقوا هاد المرض Credit وعملوا لا حول ولا قوة إlli بلا ما من لصبط القصى ما لراكبة القضية شوفوهم القوة بخطاب النصر والله أنزل فأزلنا له أخي من أنزل من السماء ماء نحن عنا جواب فأحيا به الأرض بعد موتها قديش عظيم الذي يحيي بالماء شو عم بيحيي بايش أي نحن بالماء واللقاحات والمخابر والإيار والمستشفيات وبالكذا والزلمي عنا كامل كل أعضاؤه موجودة وكل هذا المكانات والهذا شو بيقلك راح شو يعني ما فهمنا شو يعني ليكو أخي شو المشكلة موجود طيب كبدو مغيرتو طيب شو آسفين ما نحن لهون بس فهمونا شو لصة ميم مع ميم قولوا يا جماعة في قدرة هي اللي صممتها الإنسان ونحن إلى الآن مو قادرين نخلق الحياة يا أحبابنا مانا قادرين نوقف الموت أعطي بالك وإن نحن مو نخلق حياة نحن مانا قادرين نوقف الموت مو مانا قادرين أنا اليوم يعني طبعا مع احترامنا أخواننا الطببة والمشافقة إذا شغلة بيخدمونا فيها نقول له كالتا خير كون إذا قالوا لنا أنت من نموت بيخدمونا خدمك إنه أخي أنت حسب الله ده أنت بثلاثة وثلاثين عشرة اثناء كزا الساعة كزا ساعة بيخدمونا فيها يعني إنه أخي أنت إذا هالمعلومة يعطونا إياها بيقول لك الطبيب حبيبنا ما المسؤول بأعلم من السائل لو بعرف كده خدمت حالي لو بعرف كده أنا كده أنا استفدت لو أعرف كان فلان رئيس القسم ما كان صدرية وعناية مشددة وكزا وراح بنفس الاختصاص يعني براح وفلان مما وكزا راح بدا فلذلك يا أحبابنا منقول الطبيب إذا أنت عمرك سبعين سنة بعيشك سبعين سنة بلا ألم بعيشك سبعين سنة أنت واقف على رجليك بعيشك سبعين سنة وإنت بيساعدك أن تكون صح أما يساعد لك السبعين مية وعشرة لحد هلأ ما لأولى الاختراف والله أنزل من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقومين يسمعون لقومين يسمعون شو يعني يسمعون آل يسمعون مو سماع الغزال وسماع الطير وسماع يسمعون سماع الإنسان الذي أعطاه الله العقل سمع فإيش فعقل إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون شر الدواب مين أشر دواب الخليقة قال مجموعة من بني الإنسان لأن هذا النوع كله اسمه دواب كل من يدب على الأرض هو داب من أسوأ الدواب على سطح الكوكب على سطح الأرض قال هي مجموعة من الناس التي تسمع إن هم كالأنعام بل هم أضلوا سبيلة طيب كيف كالأنعام وكيف أضل سبيلة واحد يعني يا كالأنعام كيف إن هم كالأنعام بل هم أضلوا قال هم كالأنعام يسمعون كما تسمع الأنعام بيسمعون بل هم أضل سبيلة الأنعام ما عند عقل تستخدمه لتفهم هالنصوص تفهم هالآيات فهو لا يستخدم هذا العقل ليفهم هذه النصوص ويفهم هذه الآيات شو الفرق بين أبو بكر وأبو جهل أبو بكر سمع في عقل فكان من خير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأبو جهل سمع الصوت ولم يدرك المعنى فهو أصمع عن الحقيقة فهون قال لآية لقوم بس شو بده يكونوا يسمعون وإنا لكم في الأنعام لعبرة قال عندكم بالأنعام عبرة نسقيكم مما في بطونه قضية قضية جديدة الآن هلأ عم بترحلك عم بترحلك موضوع جديد عم بترحلك قضية مختلفة تمام قال لكم بالأنعام دلالة لكم بالأنعام آية لكم بالأنعام عبرة قال نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودمين شو هو الفرث الفرث قال هو الأكل يلي بتاكله الأنعام الحشيش والكذا فلما بتطحنوا وبينزل هذا السائل كله شو اسمه هذا هذا اسمه الفرث قال من بين فرث ودم هذا الفرث يمتص بالمعدة وبالأمعاء وكذا فيتحول إلى إيش إلى دم طيب قال من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين الله أكبر طيب من وين إجا هاد مين صنعوا البقرة طيب شو يعني البقرة قال البقرة طيب هاي البقرة شو فهمها يعني تخرجت من هارفورد شي لا تخرجت من جامعات العلوم التكنولوجية وتصنيع اليوم يا أحبابنا لنعلب الحليب نعلبه نحطه ب شو اسمه أناني ونكتب عليه بدك معامل ومهندسين طيب لتصنيع الحليب هذا طيب من علم البقرة أن تصنيع الحليب من بين إيش من بين هذا الفرث وهذا الدم كيف كيف استطاعت البقرة أنه تساوي هالشي هذا وزا نظرنا إلى الحليب يا أحبابنا فسنجد يعني عجوبة عجوبة كاملة مدهشة 91% من الحليب مي من وزنه ماء وهذا الماء هو الوسط اللي تتجول فيه كل هالمواد إيش الغذائية معادن فيتامينات أشباه معادن شو بدك فيتامين A فيتامين D فيتامين C طيب بين اللي وأوجد هالمعمل الزكي يلي استخلص من هالدم هالمواد هاي ميح وبعدين وبعدين بالحليب مواد دسمة فيها كريات صغيرة عالقة بها الوسط وهالمواد الدسمة منطقيا شو لازم تساوي إذا شغل دسمة معانت مفروض شو لا عمل وزن النوعي أخف فهي تطفو على السطح الاشطة طئيلة بس مع ذلك وين بتلاقيها بتلاقيها على الوش ليش لأن وزن النوعي هالبشان أنت يا ابن آدم ما تتعذب تاخد الاشطة تساوي فيها وردات باشطة وتساوي فيها ما بعرف إيش أما لو نزلت لتحت واختلطت كان صعب عليك بدك بقى فرز عمل لك العملية شو والله سهل لك ياها وكمان بالحليب في مواد سكرية فلما بتدوق الحليب الصافي بتلاقي في إيش بتلاقي في حلاوية طبعا ما بعرف هون بأمريكا يقولوا سكر يمكن زيادة بيغشوا بسكر في هيك شي ما بعرف إذا حدا عنده يخدم ده من الموضوع شو دكتور عديد أوكي فكمان بالحليب في مواد بروتينية في مواد مرممة للخلايا في يعني كثير من المعادن كالسيوم فوسفور كثير من المعادن وما بيخفى على أحد أهمية الكالسيوم وقديش ضرورة الكالسيوم يا أخي يعني يحرق حريش هالبقرة شو زكية طلعت شوف عم تشتغل كل هالشغل وراء ظهرنا طيب من وين كيف وأوحى ربك إلى النحل هذا خلق الله صنع الله لأ مو هيك معمل قائم بزاته وهالمعمل متحرك ليش بيطلع لحاله هذا المعمل تصبر أنت في عندك معمل بيطلع بيتبضع بالمواد ويروح بيجيب المعادن والنايل وكذا بيعمل هذا بيرجع بيصنع لك السيارة بيرجع بياخد لك السيارة بيطلع شو هم تحي حاش أخرى لا المعمل أبدا معمل قائم بالليل بيفوت على هذا بينام بشان ما يتضرر أو حدا اي خطأ الصبح بيطلع بيأكل شو هالتصميم هذا وبالآخير لما بيخلص وبيموت قبل ما يموت بشوي بيقولوا بسم الله والله أكبر بساولك يا مرتدلة وبسطرما تصور الكمبيوتر بعد ما يخلص الشركة اليوم تخترق لك كمبيوتر من شوكالاتة ببقات بيصير للكب شو بتعمل بتروح تاكله أو عمله شي طبخة همبرجر يا جماعة شو هالتصميم يا جماعة اللي بيعرفوا شو تصميم لك شو هات شو شي بياخد العقل شي يفوق الخيال تصور اليوم الشركة تخترق لك والله أخي بعد ما تخلص بالغسالة شو تعمل عليها عزيمة ومنسف بتروح الغسالة كلها يعني يوم هذا هذا خلق رب العالمين فهذا المعمل اللي عم بنتجلك الحليب من بين فرث ودم قال شو عم بيساوي عم بيعطيك يعني لبنا خالصا سائغان للشاربين من الطفل الصغير إلى إيش إلى الرجل الكبير إلى الكهل فلينظر للإنسان وإلى طعامه قال يا بني آدم طلع على طعامك فكر بركي بتقول له يا رب والله أنا مقصير يا رب والله أنا خجلان يا رب لك الحمد يا رب يا رب لك الشكر يا رب أنا عم بوقف بين إيديك والصلاة بس عم فكر بغيرك أنا عم بسجود بأقرب نقطة أنا فيها إليك بس عم فكر بغيرك عم فكر بمشاكلي عم فكر بهمومي عم فكر بأسهمي عم فكر بحسابي بالبنك عم فكر بالإنشورانس عم فكر عم فكر عم فكر Con ön عم فكر بأنني باحتي عم entre حسابي كلهم بدوا ينشالوا ينكبوا وحتصفالي هالسجدة هاي إذا كنت ساجدة بإخلاص ومحبة أو لا والله ساجدة بغفلة وببعد عن الله عز وجل كمان بعد لما بيولد المولود سواء العجل أو الكذا أو الكذا بيطلع مادة من البقرة هالمادة هاي بتوقف الحريب تعطيها المادة هاي يلي بتعقم ويلي بتقتله يلي بتعطيه المناعة ويلي بتعطيه كل اللقاحات طبعا هالطفل العجل أو هالكذا بياخد هالمادة هاي هو شو مبسوط معلش من يومين طرقوني لقاح سطحت ثلاثة أيام شو سطحت ثلاثة أيام لا من تمي ولا منكمي لقاح وأرقى مكان طيب هذا رب العالمين اعطال مناعة كله هو شو عم بيضحك وعم بيلعب لبنا خالصا سائغا سائغا للشاربين فلذلك يا أحبابنا طبعا نحن هون إذا بنحكي بكل الآية بنقعد أيام من بين فرث ودم بس إذا بنحكي على الدم كم صفحة أمراض الدم كم صفحة أمراض الدم كم صفحة ألف ألفين أنا فات هدو شو أمراض الدم فحتى نوصل والله للدم وتصديع الدم وفهم الدم أديش يا أحبابنا أديش من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون لمين هالآيات ليش عن تجين هالآيات ليش عن تجين هالإثباتات قال هاي لتبين الذين اختلفوا فيه لتبين للناس الخلاف لتبين للملحد لتبين هذي يلي وقف مخه ما عد شغل مخه ما عد فهم قال له هل في عقول الملحدين عماء أم في عيون الجاحدين غباء أيصح عقلا أن عقلا مبدعا قد أوجدته طبيعة بلهاء قال أخي مين طبخي أحسن طبخة قال واحد ما بيعرف في الطبخ كيف زبطت معكم مين أخي سبق بالسباء قال واحد ما بيعرف يمشي ما بيعرف يمشي شلون بيطلع أولي بالأولمبياد بياخد ميدالية الدابية قال الطبيعة نيتشر بعدين طورناها شوي ساويناها اليونيفيرس قال له وإذا الطبيعة أحكمت وتصرفت قلنا الطبيعة والإله سواء معناها اختلاف مستميات معناها أنت أنت عم تسميها ولكن أنت تعني اليوم يا أحبابنا إنسان ما عنده أهداف أخرى والله مو سهل أنه يرجع عن إلحاده بس المشكلة اليوم أنه أولادنا عم بيلحدهم أولادنا اللي نشأوا على إله إلا الله وعم بيروحوا للمراكز وعم بيشوفوا صلاة الجمعة عم بيلحدهم مرأ علي أشخاص حافظين لكتاب الله حافظ وملحي يا لطيف حافظوا الحي نعم لأنه حافظ الألفاظ لأنه حافظ الألفاظ لأنه ما أدرك المعاني لأنه ما أدرك الأنوار كان يأتي الصحابي لعند النبي يقول له يعطي آية يقول له كفتني يا رسول الله حاشتي يقول له أفلح الأعرابي إن صدق إذا صادق بتكفي هالآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرة يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرة يرى منهاج حياة منهاج إذا واحد بأخذ هالآية منهاج بحياته فلذلك قال له ومن ثمرات نخيلي والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا طبعا الآية مليئة اليوم للدلالات والأعطيات لكن سنتوقف عند نقطة حساسة تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا طبعا بعض المفسرين قال السكر هو ما طعمته سكرية والحقيقة هذا رأي ولكن الرأي الراجح لدى جمهور المفسرين أن السكر هنا هو السكر ما يسكر ما يسكر اللي هو الخمر طيب شو محنات الآية ليش قال له قال هذه أول آية نزلت أول آية نزلت فيه إشارة إلى أن الخمر قضية ليست حسنة الله أكبر مجتمع سكرجية مجتمع شو مجتمع سكرجية لما نزل التحريم واختنعوا بالتحريم جرت الخمور أنهار بالمدينة معنات شو مرة رحت لعند واحد هيك معرفة بعيدة بمدينة أخدني قال لي تقعد على فرجيكال شوف شوف طالعني على عنده بيت كبير ضخم طالعني على نصاني هيك وإس كل خابية خمر تطلق هيصلى 35 مفتخر يعني شي ويرفعها فهذا المجتمع ما فيك تجي تقل له وقف واحد اثنين ثلاثة لا 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 قال له قال له سكرا ورزقا حسنا قال يعني السكر ليس رزقا إيش حسن طيب شو الرزق الحسن قال الرزق الحسن لزبيب العصير الخل الفواكلي مجففة هاي كلها شو هاي كان يتاجروا فيها قال هي رزق حسن قال هداك شو قال هذا ما له رزق حسن هذا عليه إشارة إيش قديش الشرع لطيف قديش رب العالمين لطيف ما عليش شي ما عليش شي نحكي يا مننا وعلينا اليوم هيك الوضع يا شباب في جي المحرمة واحد اثنين إذا هيك لا تجي تشهد أخي بلالك ياه إليك إدرا قال له لا والله ما علي إدرا قال له يا خليك خليك حبي يا أفتح بابك وفتخير يا أسكر داراك وانستير لا لك شو اسمه مرى واحد ما كذا قال له شو اسمه قال له طويل بالك جاي رمضان خليه لبعد رمضان لتأسلم يعني إيه وزم يا أحبابنا لا إله إلا الله كوم لا إله إلا الله كوم وكل شتاني كوم لأن كل شتاني بدون لا إله إلا الله خلود في نار جهنم لا إله إلا الله ما في خلود بنار جهنم فإذا استطعت لإنسان توصل معه لا إله إلا الله كتبت عند الله جهبذا شو بتنكتب عند رب العالمين وصدقوني مو صعبة قال إيه طيب كبرى اليقينيات الكونية ما لازم يقرأ والشرح والشرح البيقونية الباجوري وتفسير شو اسمه لله يا جماعة أول شيء لا إله إلا الله شيخ هالحاكم فين جاي بو أنت معنا شيء احترامنا ألاك يعني مو أنا مو أنا مو أنت النبي عليه الصلاة والسلام يوم أرسل رسالة خلد التاريخ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى شو كلمي كلمي عندي منكم أنا يا رسول الله محمد لو كانوا الوهابية بهذه الأيام كم كانوا طالعونا عن الملين شو كلمة فعلمت إذا سلمي على الكعب ما هذا الأعقابه في النار بلدير فدع نار جهنم إذا كذا بتركوا حرام معه فياز لوين طولوا بالكم يا جماعة طولوا بالكم قال واحد أمريكي قال شو قال أخي والله كان حابب الإسلام كذب فأس فجأة فأس أخي فهمني حكيلي شو صار يا عمي مثل الطبيب ما بتحكيله شلون كسرت حكيل لك قال ما في شي لناله شوف عمي أول شي حسابك بالبنك ربوي هذا بدك تسكره إيه وجانيت لا بتعرفها ولا بتعرفها طيب وهي بيرة وما بيرة وهي الزعبرات حطها مع جناب شو بتقمرني كمان وبيندك كل يوم تركها خمس مرات وعندك شهر الصيام ولسه عمهدد أنت يعني أنت هدو أخي أنا خليني والله ما شي حالي أنت شغلتك حلو الإسلام ظريف وجميل هذا شو هذا هذا أكبر مروج للخروج من الإسلام معلش معلش هذا أكبر مروج لا إيش جاء الخور بيجي إجا واحد قال شو شي خليته يصلي بس وقتين أنت أنت وياك كفار حبيبي أنا طلع بإيدي خلي يصلي وقتين أنا طلع بإيدي يصلي إيش وقتين فرجيني زكاك كمله للخمسة أنت الله يعطيك ألف أنا باب إزعال يعني أنا إذا أنت كملته للخمسة اليوم يا أحبابنا ما فيكم اتعامل مع القط البري حدا ممكن اتعامل مع القط البري القط البري غير القط الأهلي يعني القط البري من 20 متر بيطلع هيك فيك بيطرف عينه إذا عملت هيك بيكون صار بآخر البستان ما أده حذر وأده اليوم الإنساني بدك تدعي إلى الله مثل القط البري بدك تستجلبه باللطافة وبالنعاء أول شيء أول شيء الإيمان بوجود الله الواحد لأحد أما تقرأ عليه قداس شو اسمه ستنعائشة الله يرضى عننا قالت لو كان أول ما نزل دعوا كذا دعوا كذا لقلنا لا ندعها أبدا مو هي بواشنطن و بلوس أنجلوس و بلاس فيغاز كانوا وين بيمكن و بالمدينة قالت لقلنا لا ندعه أبدا فيتخذون هاي فلسفة يا أحباب فلسفة سكرا و رزقا حسنا هاي شو هاي منهاج لدعاة اليوم هاي منهاج إنك اللياتنا شيخي والله لو عرفانين هيك والله ولا عشر أنا ولا عشرين كنت أقنعتهم بها بس هيك منيح الخضر ممتاز صح هل لك تكمل أكتر قال واحد ميت جوع ايه قال أخي أنا ما عندي إلا صندوشة فلافيل قال أخي في خوارف أخي صح لك طعمي طعمي أنا قدرتي صندوشة ياكله ولا يموت جوع لا والله لو عطينا خبزة بلا صندوشة أو لو عطينا شو ما لو وراء الشجر المهم يظل إيش المهم يظل عايش ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا خلاصة يا أحبابنا كل واحد فينا بدي يكون عنده ميت آية ميتين آية لجواب المرحد أبنائنا مو أبنائنا بدوا يصيروا ملحدين أبنائنا لازم هنين يناقشوا الملحدين عندي أنا طلاب عمره عشر ستين ويدا عشر ستين طعم سنة بكل لطافي بكل أدم عم يناقش آنستو آنسي مو هيك وقفت آنسي قالت له الإسلام الميق آت لا 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 الإسلام مو هيك بــع matar ما ؟ Isaiah dı طلع طلع هو صار استاذ الصف طلع هو قال له الإسلام هيك إسلام عمل الإسلام أخلاق الإسلام محبة الإسلام دعوة لكل بني الإنسان بالمساواة الإسلام ما فيه أي تمييز الإسلام ما فيه أي إكراه ما فيه أي إكراه ما فيه كل شغلة للآن سيب هو كله عمره إذا عشر سنة 12 سنة هذا فيه فيه كمان ممكن فلذلك أبناءنا بدون ينشأوا على هالفكر بدون ينشأوا على هالمحبة والله أنزل من السماء والله خلق لكم الحليب في الأنعام من بين فرث ودم والله هو الذي جعل لكم من ثمرات النخيل والأعناب والله هو الذي أوحى إلى النحل والله هو الذي أمرنا بأن نعبده ونحبه ونتصل به سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين الفاتحة سبحان رب العزة عما يصفوني ونحبه 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 سبحان رب العزة عما يصفوني سبحان رب العزة عما يصفوني سبحان رب العزة عما يصفوني سبحان رب العزة عما يصفوني